أهم محطاتك مع النادي الأهلي أهم اللحظات بالتأكيد طبعا لحظات التدويج دايما بالنسبة اللعيب الكرة بتبقى الأهم بس بالنسبة للعمر أنور لما بسترجع معا الفترة اللي أضاف النادي الأهلي أهم اللحظات اللي لازم تيجي على بالك على طول لا فيه طبعا أنا بالنسبة لي مثلا يعني لحظة تصايد الفريء الأول دي كانت بالنسبة لي حاجة ما تتنسيش أول ماطش لعبته كان كان قصاد المحلة في المحلة كان موسم المحلة في المحلة ده جمهور برشايل همه دائما 86-87 ده كان مع دكتور طه إسماعيل كان هو السعادني وكان الدوري يفضل فيه ثلاث مباريات كان يفضل فيه المحلة الترسانة وآخر مباركة الزمالك والنادي كان متفوق كان يهمنا أن نكسب المباراتين لهم المحلة والترسانة لكي نحسب الدوري قبل مباركة الزمالك حصل أننا كسبنا مبارات المحلة في الدقيقة تسعين أو بلاس تسعين يعني زي ما بنقول هو العادي بتاع النادي الأهلي كان كابتو نصطفى عبدو تعادلنا مع الترسانة فكان قدامنا خيارين في المبارات النهائية مبارات الزمالك كان آخر كان آخر مباراة كان يكفينا التعادل النفوذ بالدوري والزمالك كان لازم يكسب الحمد لله حققنا الفوز كسبنا 2-1 ودي كانت من أهم اللحظات اللي كانت موجودة يعني حاجة لأننا برضو حصل معي موقف أبي تالي وما حصلش مع حد يعني ما حصلش مع العيب يعني دايما اللعيبة بتتسعد للفري الأول وبعد كده بتلعب أنا حصل معي العكس أنا لعبت الأول مع الفري الأول وبعد كده اتسعدت للفري الأول يعني أنا فاكر أن أنا لعبت ومبارات المحلة دي نزلت الشوت تاني مكان كابتن زكريا ناصف ما كنتش تمرنت تمرين واحد مع الفري الأول يعني كان حصل لعبت بالضبط يعني أنا رحت المعسكر اللي هو قبل المبارات بيوم وحصل إصابة لكابتن زكريا في المبارات فلعبت ما كانوا شوت تاني وبعد كده بقت سعدت كنت نازل أحساسك إيه ونتنزل معك والله يشوف أنا أقول لك أنا كنت مش هقول لك كان الموضوع بالنسبة لي عادي لا أنا أنا ناس أو لعيبة كبار جدا تنزلت مركزك إيه في الموضوع بتاع المحلة ده مهاجم لعبت مهاجم صريح رأس حربا مهاجم صريح من الناس أنا أتفرج عليهم في التلفزيون وكنت بروح لأستاذ أتفرج على الفريق الأول بتاع النادي الأهلي اللي فجأة لقيت نفسي معهم في الأوتوبيس فجأة لقيت نفسي في قط اللبس فجأة لقيت نفسي في الملعب فجأة لقيت نفسي بلعب فكل دي حاجات كانت مفاجأة بالنسبة لي بس اللي أنا عايز أقوله اللعيب الكبار اللي كانوا موجودين في الملعب ساعتها ما حسسونيش أن أنا غريب ما حسسونيش أن أنا لعيب صغير بالعكس كان كل الكلام اللي بيتقال ما بين الشوطين للفريق بالزبط ما حدش يتكلم على المكسب وإحنا محتاجين كان ساعتها المكسب بنقطتين ما حدش يتكلم على المكسب وما حدش يتكلم على الفوز قد ما تكلموا أن إزاي يساعدوني أنا أبقى موجود في الملعب وأظهر بشكل كويس عشان أقدر أكمل معه أبو الله أنا أبكلمك بأمانة دي محاضرة قالت يعني إحنا يعني متعودين في النادي كان كابتن مصطفى عبدو كابتن مصطفى عبدو لأن إحنا متعودين في النادي بعد المدير الفني ما بيخلص المحاضرة الفنية بتاعته بالزبط يعني بيكلم بقى بيحفز وبيشجع وهو الكلام ده كل فكان التحفيز والتشجيع كله كان ليه أنا مش على الماتش مش على الماتش وإحنا كنا الشرط الأول متعادلين صفر صفر وعايزين نكسب المباراة علشان زي ما بقولك يعني عايزين نكسب المباراتين علشان نحسم الدورة قبل المباراة بتاعت الزمانية فما كانش فيه أي كلام على مكسب المباراة كلام كله كان إزاي نساعد عمر إزاي نزهره بشكل كويس إزاي يبقى موجود إزاي كسبنا إزاي 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 فدي حاجة بدتني ثقة كبيرة جدا